تفاعل واسع وحراق شهدته السعودية بعد أعلان الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تزيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء ليتحق بهما أكثر من 12 أميراً ووزيراً في مختلف المناطق إلى جانب أفراد المجتمع الذين حققوا ارتفاعاً في نسب التسجيل للتبرع وسد حاجة مرضى الفشل العضوي النهائي في المركز السعودي للزراعة الأعضاء في الكبد مثلاً الحاجة ثلاثة ضعاف ما يتم من زراعات وفيما يتعلق بالقلب العدد الحالي 1.4 زراعة قلب لكل مليون نسمة في السنة اللي تقارف دون 50 عمليين زراعة قلب في السنة بينما الاحتياج مالي تضعاف العدد المذكور وهذا في حقيقة كذلك يوضح الحاجة أيضا إذا رأينا الرئة عندنا 2 زراعة رئة لكل مليون نسمة تقريباً عندنا 65 إلى 70 عمليين الزراعات لها في السنة بينما الحاجة خمسة أضعاف النسبة المذكورة الحراق المجتمعي الصحي دفع وزارة الصحة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي إلى إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر تطبيق توكن لتغطية الإقبال الواسع على عملية التبرع بالأعضاء وتسهيلها على الراغبين الثانية على مستوى العالم هو مركز السعودية في نسب تبرع الأحياء بالأعضاء حيث تجاوزت النسبة أكثر من 36% لكل مليون نسمة بمعدل 18 ألف متبرع أسهمت في إنقاذ 15 ألف مريض من الموت المحقق حيث تنوعت الأعضاء المتبرع بها بين 470 قلباً و3000 كبد وأكثر من 14 ألف كليا ويتوقع لفترة القادمة نمو في نسب التبرع بالأعضاء سواء تبرع الأحياء أو الأموات ما ينعكس على صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم الصحية